ازايكم ولسه بكمل معاكم رحلة البحث عن السعادة وارجوكم تجاهلوا قطتي اللي دي نوارة لان هي قررت انها تسلك سنانها النهاردة في الشرشيب بتاعة التابلو وفشلت كل المحاولات ان انا امشيها كل ما امشيها ترجع تاني فقلت خلاص بقى خليها بقى معنا وخلاص اتكلمت قبل كده على اربع امور لو عملناهم بالنملة بيوتنا وحياتنا سعادة اللينكات بتاعة الفيديوهات دي تكون موجودة تحت في الديسكريبشن بوكس ممكن تتفرجوا عليها النهاردة عايز اتكلم على حاجة مهمة جدا 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 في موضوع السعادة ده الحب لو سألت اي حد ايه اللي بيخليك سعيد most probably حيرد عليك ويقولك ان انا الاقي انسان بحبه ان انا عيش مع الانسان اللي بحبه ان انا احس ان الناس بتحبني فالحب مهم جدا جدا في حياتنا لكن المشكلة ان احنا ما بيعلموناش ازاي نحب ما بنعرفش ازاي نحب الحب ده فعل يعني حاجة بنفعلها حاجة بنعملها علشان نحس بالحب ونحس الناس اللي حوالينا بتحبنا ففيه كتاب ظريف جدا جدا لدكتور تشابمان انا هحط اللينك بتاعته برضو في الدسكريبشن باكس يمكن يكون فيه منه اصدار باللغة العربية هدور عليه برضو بس الكتاب ده انا بحس ان هو يعني حياتي قبل ما اقراه كوم وبعد ما اريته كوم تاني خالص الكتاب ده عرفتني عليه صديقة من الصديقات وقالتلي لازم لازم تقريه حنان قلت لها اوكي ويعني طب نشت ولاقيتها في يوم من الايام جاي باهولي وبتقول لي انا عارفة ان انت لسه ما اريتهوش بس انا يهمني جدا رأيك والكتابة هو اقري مسكته انا عايز اقول لكم ان انا خلصت الكتاب كبير شوية خلصته في يومين من كتر ما انا كنت متشوقة واحد عمالة بمص بمتص الكلام زي ما كون سفنجة عطشانة نشفة الكاتب بيحكي قصص بعض المتزوجين اللي هو يعني هو كان دكتور نفساني وكاونسلر لمدة 40 سنة فعد عليه بقى كتير فلقى ان الناس بتتجوز بعض او بتختار بعض بناء على حاجات معينة وبعد ما بيتجوزوا ويعيشوا مع بعض بيختفي الحب فاكتشف ان هو مش بيختفي الحب ولا حاجة ولكن احنا بنحتاج ان احنا نتكلم لغات مختلفة لغات الحب المختلفة ولخصهم في خمس لغات وصديقتي لما قعدت بقى اتكلمت معاها لخصت الخمس لغات في خمس كلمات رشيقة لطيفة عشان تسحل علينا الحب المبادئ او الخمس لغات دي ممكن تتكلمها في البيت في الشارع في الشغل مع صحابك في اي مجتمع انت فيه او انت فيه الخمس لغات دي محتاجينها عشان نحس بالحب وعشان نبين حبنا للاخرين اول لغة هي الكلام التوق الكلام بس مش اي كلام مش طول نهار بحبك 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 لا هتروح لموزيرك تقول له بحبك ما ينفعش الكلام هنا هو بيركز على نوعين معينين من الكلام اللي بيهم يعني بتختلف العلاقة تماما كلام التقدير وكلام التشجيع اقولها تاني كلام التقدير وكلام التشجيع كلام التقدير ممكن يكون صيغة اعجاب مراتك النهار ده لابسة حلو الله انت اموره خالص النهار ده انت لابسة جميل او الزوجة لزوجها الله اكبر الله وعظه وارجع اكمل معاكم الكلام على اول لغة من لغات الحب وهو الكلام واتكلمت على نوعين معينين من الكلام هم اللي بيظهروا الحب وبيقووا الحب جدا 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 في حياتنا النوع الاولاني هو كلام التقدير النوع التاني هو كلام التشجيع كلام التقدير هو ان احنا نعبر عن امتناننا لهذا الشخص نعبر عن تقديرنا للدور اللي بيقوم به في حياتنا وده يشمل كمان كلام الاعجاب في البيت الزوجة لما تعبر عن امتنانها ان زوجها بيتعب وبيشتغل وبيكد وبيكافح وان هي ممتنة لوجودها معاه وحياتهم سوا الزوج لما يعبر لزوجته عن امتنانه لكل الحاجات اللي هي بتعملها في حياتهم وازاي انها مخليه حياتهم جميلة وحلوة حتى ولو ده مش كل الوقت ولكن نغتانم اللحظات اللي الزوجة او الزوجة او الاولاد او اخواتنا او ابهاتنا او امهاتنا بيعملوا حاجة حلوة بتعجبنا وبترضينا وانعبر لهم عن تقدرنا للي هم بيعملوه ده وده يشمل زي ما قلت كلمات الاعجاب اه الله القميز ده عليك لونه بيبقى حلو قوي 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 الله الفستان الجديد ده شكله عليك يحلو جدا النوع التاني بقى من الكلام وهو كلام التشجيح لا هتقدر لا ما تخفيش وجهي الصعوبات اعملي كذا سوي كذا الناس بتحب اللي بيدفعهم للامام اللي بيحفزهم نوارا اللي بيحفزهم اللي بيبقى مؤمن بقدراتهم مش وانت فاكرة يعني ان انت ايه هتنجحي بشغلك مثلا وتبقي مديرة لا يعني ده مش كلام حلو مع الولاد التشجيع لما يعمل حاجة كويسة يلا برافو عليك ايوا يلا كنت انا وبنت اخويا واخويا ومراته في الاهرامات الصيف اللي فات لا ما كانش في الصيف كان تعريبا في شهر مارس اللي فات وروحنا الاهرامات والبنت الصغيرة خايفة تركب جمل المشكلة انا دهري كان واجعني مش قادر اركب جمل باباها ومامتها ركبه شافت باباها ومامتها فيعني اتطمنت ان هو شيء ممكن تعمله يلا برافو عليك يا نور يلا اطلعي ايه المشكلة شدي دهرك ارفعي اعملي سوي برافو عليك ارفعي قديك في الهوى واعملي كأنك بتطيري كل ده كان كلام تشجيع لما نزلت البنت من على الجمل كانت تجربة اكثر من رائعة لها برضو مع ولادنا يلا بقى برافو عليك ايوة ايوة انا نقعد نعمل الواجب دلوقتي انا عارفة ان انت عايز تلعب بس بعد ما تعمل الواجب يلا يا بطل يلا يا همام هنروح مثلا ناكل ايس كريم او هنروح نخرج مش عارف في اي حتة او هنعمل كذا او هنعمل كذا بس يبقى الكلام فيه تشجيع مش الله يخرب بيت المدارس واللي عملوا المدارس واللي مش عارف ايه واللي نختار الكلام الحلو اللطيف الكلام اللي يعبر عن امتناننا اللي بيعملوا يعني ابسط حاجة عايزين تعلموا ولادكم انهم يساعدوكم في البيت شجعوهم وقدروهم واو لو لو الولد مجرد ان هو شال لعبة حطها في البوكس حتى لو بعد ثواني يشيلها ويرجعها تاني في الارض ويلعب بيها لو شالها وحطها في البوكس برافو برافو انا مبسوطة منك جدا برافو عليك يلا بقى شيل اللعبة التانية حطها عشان انت شاطر عشان انت قوي قادر تعمل الحاجات دي يعني فعلا فكروا ان ما يعديش اليوم الا لما نعبر عن تقدرنا وانتناننا واعجبنا للناس اللي حوالينا وكمان ان احنا نشجعهم وحتلاقوا شوية شوية ابتدت العملية تبقى متبادلة لما نجامل حد الحد ده بيجاملنا لما نقدر حد الحد ده بيقدرنا لما نشجع حد لما نبقى محتاجين التشجيع الحد ده حيشجعنا مش من يوم وليلة والحاجات دي مش زرار بنتك عليه وفجأة بنلاقي الامور زبطت وتحسن زي نطبق بقى لغة الكلام في الشغل تاني برضو تقدير والتشجيع ان احنا نبين امتناننا لزملائنا واللي هما بيعملوه وانبين لهم قد ايه ان احنا مقدرين الدور اللي هما بيعملوه علشان يحسنوا الشغل علشان يساعدونا في الشغل حتى ولو غلسين ووحشين وبيضربونا في الدهر من وراء وبيحربونا ضرب فوق الحزام وتحت الحزام وكل حاجة بنكسبهم بالكلمة الكويسة من غير من يعني من غير من زودها قوي عشان ما تتحولشي لنفاق احنا هنا مش بننافق حد احنا بنعبر عن تقدرنا وامتناننا للحاجات اللي بيعملها الاخرين او لوجودهم او للدور اللي بيلعبوه في المنظومة او في المؤسسة او في البيت او في حياتنا وكلمات التشجيع برضو ان يلا يا بطل انت قدها قدها وادو تقدر تخلصها بساعة عشان احنا مستنينا عشان الاستاذ فلان فلاني عايز يروح يعمل كذا 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 هتفكروا هتلاقوا في مواقف بتعدي علينا نقدر نظهر فيها الامتنان والتشجيع والتأذير والحب ونعبر فيها عن مشاعرنا الطيبة اللغة التانية من لغات الحب هي التاتش اللمس واللمسة هنا مقصدش العلاقة الحميمة اللي بين الزوجين ولو ان ده مهم لكن انا بتكلم على الكاج والتاتش يعني اللمسة الخفيفة اللطيفة الطبطبة على الكتف الحضن السلام باليد ان يبقى حد قاعد جنب حد بس طبعا يعني ارجو ان كلامي يتفهم صح يعني ما يبقاش حد غريب وراجل مع ست ويعمل كده ويعمل كده يعني في حدود معينة وطبعا يعني اعتقد ان كلنا عندنا الحصافة وكلنا عندنا الدراية بالثقافة المجتمعية بتاعتنا ولكن الكتاب بيتكلم على اهمية اللمسة في حياتنا اهمية الحضن الحنين والاوقات كمان اللي بتبقى محتاجة لللمسة دي كان عندنا مهندس انا كنت بتدرب في المصنع ده والمهندس كان لازم يدخل المكان يسلم على كل واحد بايده حتى العمال ولما يبقى العامل ايده متوسخة ولا فيها جاز ولا فيها رايش ولا اي حاجة يسر ويسلم عليه كان بيعبر لهم عن حبه ليهم وعن امتنانه ليهم بانه بيسلم عليهم اهلا حتى السلام له درجات وممكن تعرف واحد ان انت ارفان منه اهلا بالبادي لانجوج بتاعتك وممكن تعرف حد ان هو غالي قوي عليك ومهم قوي في حياتك برضو باللمسة يلا يا بطل طبعا يعني معروف الحكاية عن النبي عليه الصلاة والسلام ان دخل عليه الاعرابي وقال له ولقاشا بيبوس الحسن سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وقال له يعني انا عندي عشرة من الابناء ما بوستش حد فيهم في المسيحية برضو لما فيه ايات في الانجيل ان سيدنا المسيح وهو بيغسل رجلين اصحابه من بعد المشي والتعب والمعاناة كل دي حاجات يعني قد ايه بتعبر عن الحب الزوجين بينهم وبين بعض لما يطبطب عليها لما يحنوا عليها لما يطبطب كده على رأسها وقولها معلش انا عارف ان انتي تعبانة وتعبتي النهار ده قوي معلش وهي كمان لما اطبطب عليه فكروا كده في دور التتش في حياتنا في دور اللمسة في حياتنا وازاي نعملها صح من غير ما نتجاوز اي خطوط حمراء ونعتبرها رسول للمحبة وللتعبير عن الحب وعن الاعجاب وعن الامتنان وعن التأدير وعن التشجية وعن كل حاجة كويسة في حياتنا اللغة التالتة من لغات الحب هي التاسك او في الكتاب بيسميها act of service يعني الخدمات اللي بنقدمها البعض ماما وهي قاعدة في المطبخ بتطبخ اه دا دورها كأم ولو ان يعني في جدال ممكن نتكلم عنه كتير قوي في الموضوع دو ولكن هنعتبر ان دا دورها كأم ان هي تطبخ وانها تنظف وانها تاخد بلعة من حياتنا وتخلي حياتنا كويسة دي التاسك بتاعتها لكن احنا بقى في المقابل بنعمل ايه كمان عشان نعبر لهذه السيدة عن عن الحب والامتنان والتقدير بالتاسك بردو مش بالكلام بس مش بالتاتش بس لكن بالتاسك بردو ان احنا نشوف ايه اللي ممكن يريح او يخفف عنها ونعمله يمكن اكتر مثال يعني شفته صارخ قدامي وعشت معاه وتربيت معاه خالي خالي زابط الجيش لما كان ييجي لجدتي من غير ما تقوله من غير ما تتكلم من غير ما تقوله اي حاجة كان يشوفي ايه اللي هي محتاجة كان انا فاكرة في مرة وانا قاعدة عمالة بذاكر وطبعا ايه كالعادة ضهري محني على التربيزة راح جايب شلتة كبيرة وحطها خدا دي اقصد كبيرة وحطها ورا ضهري بين ضهري وبين الكرسي وقال لي اسنادي افريدي ضهرك دي تاسك صغيرة شافها الست لما تقول لجوزها خد كيس الزبالة وانت ماشي تلاقي الزوج وعليها ميمز وعليها نكت في ال في ال على الانترنت فيها ايه لما تقول لها خد كيس الزبالة وانت ماشي مش احسن لما ترجع بعد شوية وتلاقي الزبالة راحتها وحشة التاسك الصغيرة دي ايه المشكلة ان انت تحط جزمتك في مكانها بعد ما تقلعها السمول اكت سوف سيرفز دي يعني قد ايه بتفرح الست ممكن تبقى مش عايزك تدخل توقف في المطبخ وتعمل والكلام دوه لكن لكن روح اعمل يعمل كبايتين شاي او 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 اعمل لها مج قهوة او 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 هتلاقيها حاجة بدل ما هي تبقى محتاجة انها تنزل تروح تجيبها وانت راجع من الشغل عدي على البقال وهات مثلا حاجات للفطار معاك في الشغل فكر ايه اللي ممكن اعمله لزميلي ده او او لمديري اكت سوف سيرفز حاجات تسهل شغله عليه في ناس يعني ده الاكستريم ان اللي ما بيعملش حاجة خالص خالص لكن في ناس ما بتعرفش تعبر عن حبها غير بالاكسوف سيرفز دي تلاقي الام بتشغط وتنطر وتعمل ومالية البيت كهربا بس البيت نظيف والولاد نضاف ومأكلاهم ومزبطة الدنيا لان هي دي اللغة الوحيدة اللي بتعرف تتكلم بيها ما بتعرفش تعبر عن حبها غير انها تنغمس في شغل البيت وفي الحاجات دي وما بتعرفش تستخدم اللغات التانية علشان تعبر عن حبها الاولاد برضو لازم نعلمهم الاب ماما تعبت قوي النهاردة على فكرة عايزين يعني نضبط الحتة دي عشان لما تشوفها كده تبقى مبسوطة وتبقى فرحانة ويا سلام بقى كمان لما الام كمان تيجي وتلاقي دوا وتستخدم لغة الكلام في انها تعبر عن امتدانها وتقديرها للي هم عملوه انا مش حنسى في مرة انا كنت تعبانة جدا جدا ونايمة واغدادوة ومدروخة ونايمة ونايمة والبيت في حالة معينة طبعا تخيلوا حالة الكركبة اللي موجودة في البيت وصحيت لقيت الدنيا متروقة ولطيفة بسأل الولاد قالولي ده بابا قالنا ماما تعبانة شوية فعايزين نسعيدها ونخفف عنها ونزبط البيت شوية قد ايه كنت مبسوطة كنت فرحانة جدا جدا ان زوجي فكر فيها وان ولادي فكروا فيها ومش بس كده عملوا الاكتوف سيرفز دي دلوقتي لما بقول لها اي حد فيهم ياخد الزبالة يروح يرميها برا اكتوف سيرفز على اساس انها اشارة لان ده نوع من التعبير عن الحب واكيد هتلاقوا مئات الفرص اللي تقدموا بيها الخدمات الصغيرة دي عشان الناس اللي حوالينا تقدر واللي ما بيعملش كده دي فرصة انه يبتدي يعمل كده